سعادة الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج الخليفة رئيس مجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري جائزة الإنجاز الملاحي ضمن جواز السي تريد الملاحية للشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وإفريقيا مؤخرا في دبي حيث تمنح هذه الجائزة كل عام إلى شخصية حققت إنجازات استثنائية لقطاع الملاحة في المنطقة وقد أعرب سعادة الشيخ دعيج عن فخره واعتزازه لفوزه بهذه الجائزة خصوصا وهي تأتي بحضور وتواجد نخبة من قادة القطاع الملاحي في المنطقة كما أعرب سعادته عن امتنانه لحكومة مملكة البحرين لإعطائه الفرصة الثمينة للعمل مع القياديين والنخب المتخصصة في القطاع الملاحي لتطويره وكانت معايير اختيار سعادة الشيخ دعيج للفوز بهذه الجائزة تتبلور حول دوره الفعال في الإشراف على إطلاق الميناء الجديد ميناء الشيخ خليفة بن سلمان ودوره الفعال في خصخصة عمليات الموانئ ودوره في إنشاء منطقة البحرين اللوجستية إضافة إلى إنجازاته خلال رئاسته الحالية لمجلس إدارة الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن أسري وتطوير نطاق أوسع من مرافقها ومنشآتها بالإضافة إلى إيجاد الحلول المبتكرة لمجابهة تحديات صناعة إصلاح السفن وكونه أيضا أحد الداعمين للتوجه إلى النهوض بسياحة البحرية ودعمه للمنظمة البحرية الدولية بمواقفه المشهودة من المشاركة والتبرع لأهداف هذه المنظمة